الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولف شولت على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون تساع رقعة الصراع بالمنطقة ووضع حد للحرب بقطاع غزة التي قاربت العام وخلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أكد الرئيس السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم وفاعل نحو ضمان توافر الإرادة السياسية التي تحقق التوصل إلى الاتفاق المنشود لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين والتجاوب بإيجابية مع جهود الوسطاء من جانبه ثمن المستشار الألماني الجهود المصرية المكثفة والمخلصة لمحاولة نزع فتيل الأزمة ووقف الحرب معربا عن تقديره كذلك لجهود مصر المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يعقد اليوم مزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل يبحث لاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووفقا لمصادر دبلوماسية فإنه من المتوقع أن يطرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزي بورل عقوبة تشمل أعضاء الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدني وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين بمخيم نور شمس شرق طول كرم والتي تتعرض لعدوان واسع من قبل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي وفي مدينة جينين ومخيمها انقطع الطيار الكهربائي والإنترنت عن أجزاء واسعة من المدينة بعد أن استهدفت قوات الاحتلال خط إنداد الكهرباء الوحيد في المخيم استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة واستشد الطفلة وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا في مخيم المصيرات وسط القطاع بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاق النار من آليات الاحتلال وطائراته المسيرة على مناطق شمال غرب المصيرات وشمال شرق دير البلح وسط القطاع كما انتشلت تواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أربعة شهداء إثر قصف الاحتلال منطقة عريبي شمال مدينة رفح جنوب القطاع كما نصفت قوات الاحتلال مباني سكنية غرب المدينة أعلنت قوات الحوثي أنه بعد تواصل عدة جهات دولية خصوصا الأوروبية تم السماح بسحب سفينة النفط المحترقة صانيون تفاديا لوقع أضرار بالبيئة البحرية وكانت أن قلة صانيون قد تعرضت الأسبوع الماضي لقصف قبالة ساحل مدينة الحديدة اليمنية ووردت تقارير متضاربة بشأن تسرب النفط من السفينة شهدت مدينة خاركيف ومحيطها شرقي أوكرانيا أصوات انفجارات عقب دوي صفارات انذار وتحذير من مسيرات انتحارية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ديفيد كوهن نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشن هجوما مضادا لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بشيرا إلى أن القوات الروسية ستواجه قتالا صعبا أعلن المدعي العام في باريس أنه تم إطلاق صراح الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام بافل دوروف مع وضعه تحت الرقابة القضائية وأوضح المدعي العام في باريس أنه تم الإفراج بكفالة عن دوروف بشرط دفع وديعة قدرها 5 ملايين يورو مشيرا إلى أن مؤسس تليجرام سيحضر مرتين إلى الشرطة في الأسبوع مع منعه من مغادرة فرنسا